موسيقى الرئيس عبدالفتاح السيسي يطلقى التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك ماكرون يعلن عن إرسال مزيد من العتاد العسكري ومهاد الإغاثة لأوكرانيا التساع مساء في القاهرة السابع بتوقيت كرينش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى كل عام وحضرتكم بخير أجراء الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك للتهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وخلال الاتصال أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية بكل تقدم واستقرار من جهته أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد عن الشكر والامتنان لرئيس السيسي على التهنئة الكريمة متمنيا له ولمصر كل الزهار والرخاء أجراء الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وذلك للتهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك معربا عن خالص تمنياته للبحرين قيادة وشعبا بكل الخير والاستقرار والتقدم ومن جانبه أعرب ملك البحرين عن تهنئته للرئيس السيسي بهذه المناسبة دعيا الله أن يعيدها على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بكل خير وسلام أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه جلالة السلطان هيسم بن طارق متمنيا للشعب العماني الشقيق كل الخير والتقدم والاستقرار بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء ذلك خلال التصال هاتفي انتلقاه الرئيس السيسي من السلطان هيسم بن طارق آل سعيد سلطان عمان وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن السلطان العماني توجه بالتهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس العراقي برهم صالح وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته للعراق والأمة العربية والإسلامية بالرخاء والأمن والاستقرار من جانبه أعرب الرئيس العراقي عن التقدير والامتنان للرئيس السيسي وتمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومة وشعبا بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وخلال التهنئة أكد رئيس مجلس النواب ثقة جمهير شعب مصر العظيم في الرئيس السيسي مشيدا بجهوده في الحفاظ على هيبة الدولة وتحقق الوحدة الوطنية وخوض معارك التطوير والبناء مشيرا إلى أن السنوات القليلة الماضية حافلة بقفزات طويلة إلى الأمام مليئة بالإنجازات كما بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك وخلال البرقية تقدم رئيس مجلس الشيوخ بالأصلة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ للرئيس السيسي بأسماء آيات الاحترام والتقدير وأخلص التهنئة بمناسبة عيد الفطر دعيا الله عز وجل أن يعيده على الوطن الغالي وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وفي برقية بهذه المناسبة قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصلة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة أسماء آيات التهاني للرئيس السيسي مجددا العهد على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية والتي تشهدها البلاد في كافة المجالات كما بعث مدبولي برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأظهر الشريف بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بعث الدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجلية بمصر برقية تهنئة لرئيس عبد الفتح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كما بعث رئيس الطائفة الإنجلية برقيات تهنئة مماثلة لكل من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأظهر الشريف والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والمستشار حمد الصاوي النائب العام وكبار رجال الدولة والمسؤولين تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأظهر الشريف بأطيب التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصري والمسلمين حول العالم بمناسبة خلول عيد الفطر المبارك وأكد الإمام الأكبر أن العيد فرصة طيبة للتراحم بين الناس ونشر قيم المحبة والتسامح والود وصلة الأرحام بينهم داعيا إلى اغتنام هذه المناسبة الطيبة لإدخال الفرح والسرور على غير القادرين والمصدعفين والمحتاجين طلق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأظهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب اتصالا هاتفيا من بابا الإسكندرية بتريارك الكرزة المرقسية قداسة البابا توادروس الثاني هنأه خلاله بمناسبة حيل حلول عيد الفطر المبارك وعرب قداسة البابا توادروس عن خالسي تهانيه لفضيلة الإمام الأكبر ولجميع المسلمين بهذه المناسبة وتمنياته القلبي بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبات على فضيلته وجميع المصريين بكل خير وسلام واستقرار من جانبه أكد فضيلة الإمام الأكبر اعتزاز الأظهر بالعلاقة التي تربطه المصريين مسلمين ومسيحيين والتي تنبع من الفهم الصحيح للدين استطلعت دار الإفتاء المصرية برئاسة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية هلال شهر شوال عام 1443 هجريا وقد أوضحت دار الإفتاء أن يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان ويوم الأثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الأحد الموافق الأول من شهر إمايو لعام 2022 من الميلاد هو المتمم لشهر رمضان لعام 1443 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يوم الأثنين الموافق الثاني من شهر مايو هو أول أيام شهر شوال لعام 1443 من الهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبهذه المناسبة الكريمة نتقدم بخالص التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ونتمنى لسيادته دوام الصحة والعافية والتوفيق كما نتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغفات بالمجلس خلال شهر أبريل الجاري جاء ذلك خلال استعراضه التقرير المقدم من الدكتور حسامة المصرية المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء رئيس اللجنة حيث أثنى رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل اللجنة وتعاملها الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحي وأسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية مؤكدا أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل المساعدة في رفع المعاناة عن المرضى وذويهم وتوفير كافة سبل الدعم الممكنة لهم تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد وزير الداخلية محمود توفيق اجتماعا مع عدد من مساعد الوزير والقيادات الأمنية بهدف استعراض ثوابت استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية وما تحقق من أهدافها في شأن حماية أمن المواطنين وخلال الاجتماع تم التواصل مع جميع مدير الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس حيث اتابع وزير الداخلية محاور خطة تأمين المواطنين خلال فترة العيد عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعده والقيادات الأمنية كما تم التواصل مع مدير الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاستعراض ثوابت استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية وما تحقق من أهدافها في شأن حماية أمن المواطنين وزير الداخلية قدمت تهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة في شتى مجالات العمل الأمني وما تحقق من نجاحات بمختلف القطاعات الأمنية مشيرا إلى أن الفترة الماضية قد شهدت تحديات ناجمة عن تداعيات الأحداث العالمية الجارية وأن الجهود التي بذلت من قبل الأجهزة الأمنية بتعاون مع كافة أجهزة الدولة كان لها بالغ الأثر في تحقيق الاستقرار في الأسواق وتابع مع القيادات الأمنية بمدريات الأمن على مستوى الجمهورية محاور خطة تأمين المواطنين خلال فترة العيد على كافة المستويات والأصعدة وأطر التنصيق بين مختلف قطاعات الوزارة لفرض معطيات الأمن ودعائم الاستقرار بما يرسخ الوجه الحضاري للبلاد وشدد وزير الداخلية على ضرورة اليقظة الأمنية ورفع درجة الاستعداد والانتشار الأمني المكثف لتأمين كافة المنشآت الهم والحيوية بالدولة وكذا تأمين المسطح المائي لنهر النيل وتأمين كافة وسائل النقل كما شدد على تكثيف الانتشار الأمني بالميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات ودور السينما وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات المرورية وعناصر الشرطة النسائية لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة كما وجه بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريع والمحاور والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمن الحدودية بين المحافظات والتمركزات السابتة والمتحركة وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية وفي إطار ضبط حركة الأسواق وجه وزير الداخلية بمواصلة الحملات التمونية لضبط جرائم الغش التجاري والتحقق من توافر مقاومات الصلاحية للسلع لحماية المستهلكين والتصادي لمختلف الجرائم التمونية بخاصة محاولات حجب السلع بقصد رفع أسعرها كما شدد وزير الداخلية على التواجد الأمني الميداني الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة سير الآداء الأمني والتأكد من انضباط القوات والتزامها بتنفيذ الخطط الأمنية على النحو الأمثل كما أكد على أهمية مراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتصادي لكل ما يمس أمن وسلامة المواطنين وفقا للأطر القانونية معربا عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام المكلة إليهم لحماية أمن المواطنين تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 295 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 74 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط 27 طن سلع غذائية كما تم ضبط ما يقرب من 15 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من 27 طن دقيق مدعم أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 484 قضية من بينها 154 قضية خبز ناقص الوزن و141 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أدانت مصر التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا بالعاصمة الأفغانية كابل وأصفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء وتقدمت مصر بخالص التعازي إلى أفغانستان وأسر ضحايا تلك العمليات الإرهابية الغاشمة وأعربت عن تمنيتها بسرعة الشفاء للمصابين هذا وتؤكد مصر مجددا أهمية تضافر كافة الجهود من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها أعلنت وسائل أعلام عراقية استهدف هجوم صاروخي لقاعدة عين الأسد في الأنبار دون خسائر بشرية من جهة أخرى كده المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق يحيى رسون نجح المرحلة الثانية من عملية الإرادة الصلبة في ملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في القيادة والسيطرة وقال إحيى رسول أن أهم ما تم خلال عملية الإرادة الصلبة هو قتل المسؤول الأمني والعسكري لتنظيم داعش الإرهابي شمالي بغداد وذلك في قضاء الطارمية حيث كان يخطط لإدخال عدة تحاريين إلى مدينة بغداد خلال شهر رمضان الكريم أعلن الإليزي بعد اتصال بين الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون ورنزيره الأوكراني فلودمير زيلينيسكي أن فرنسا سترسل مزيدا من المعدات العسكرية والمساعدات الإنسانية لأوكرانيا وأشار الرئيس الفرنسي إلى استمرار زيادة الدعم وكذلك المساعدات الإنسانية التي تقدمها فرنسا مؤكدا تمديد مهمة الخبراء الفرنسيين المساهمين في جمع الأدلة لمحاربة الإفلات من العقاب وتسهيل عمل العدالة الدولية المتعلق بالجرائم المرتكبة في إطار العملية الروسية أكد الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينيسكي أن بلاده ستنتهي قريبا من أزمة نقص الوقود حتى على الرغم من إلحاق القوات الروسية أدرارا بعدد من مستودعات النفط كانت روسيا قد قصفت الأسبوع الماضي مصفات نفط كيرمينتشوك التي تعد أكبر منتج للوقود في أوكرانيا بالإضافة إلى عدة مستودعات كبيرة أخرى أكد وزير الخارجية الروسية سيرجيل لابروف أن رفع العقوبات المفروضة على روسيا جزء من مفاوضات السلام بين موسكو وأوكرانيا والتي قال إنها صعبة لكنها مستمرة يوميا ودعا لابروف حلف شمال الأطلنتي نيتو والولايات المتحدة إلى الكف عن مد كيب الأسلحة إذا كان مهتمين بحل الأزمة الأوكرانية وعضف لابروف أنه تم إقلاو أكثر من مليون شخص من أوكرانيا إلى روسيا منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا كشفت وزارة الدفاع الروسي عن تدمير 35 مركز تحكم في أوكرانيا و15 مستودع أسلحة وأضافت الوزارة الروسية أنه تم إسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية مشيرة أنه تم أيضا قصف 389 منشأة عسكرية في أوكرانيا أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الحوار بين موسكو وواشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي تجمد رسميا وأضافت الوزارة أن هذه الاتصالات يمكن استئنافها بمجرد اكتمال ما تسميه روسيا عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا قالت شركة جازابروم الروسية لإنتاج الغاز إنها تزود أوروبا بالغاز الطبيعي عبر أوكرانيا وفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين وأضافت الشركة الروسية أن الطلبات بلغت نحو 71 مليون و700 ألف متر مقعب في 30 من أبريل ترجمة نانسي قنقر تقدمت مؤسسة حياة كريمة بخالصي العزاء لأهالي قرية السوالم محافظة البحيرة إثرى مصرع ثمانية أطفال في حالث غرق توروسيكل في المياه في طريقهم للعمل وقامت مؤسسة حياة كريمة على الفور من خلال المنصقين الميدانيين بتقديم واجب العزاء وصبل الدعم والاطمئنان على المصابين وأسرهم وتؤكد مؤسسة حياة كريمة على تقديمها كل أنواع الدعم اللازم لأسر ضحايا ومصابي الحادث قال محافظ ألمينيا أسامة القادي إن مدرية الصحة نفذت أعمال القافلة الطبية والعلاجية لأهالي قرية الإسماعيلية التابعة لمركز ألمينيا وأوضح المحافظ أنه تم توزيع الكشف الطبي أو توقيع الكشف الطبي على 2493 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج بالمجان ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء مع ما تم مارسته وطلقته من شكاوى للمواطنين تتعلق بالحصول على مستحقاتهم المالية أو إتمام بعض التسويات أو سداد بعض الانتزامات عبر الوسائط الحديثة التي تتيحها الجهات الحكومية للمواطنين ضمن جهود الدولة نحو التحول الرقمي ونجحت المنظومة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لإزالة أسباب تلك الشكاوى وذلك في إطار جهود الدولة بهدف تيسير مختلف الإجراءات الخاصة بتعامل المواطنين مع الجهات الحكومية المختلفة وبما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز مستويات الثقة بالاستفادة من التقدم الملموس فيما كانت الخدمات المقدمة لهم أعلنت وزارة الصحة أن متوسط عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا قد بلغ 46 إصابة وذلك خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا من الإرشادات منظمة الصحة العالمية لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي قد بلغ نحو خمس حالات وأوضحت الوزارة أن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا قد بلغ 62 متعافيا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا من إرشادات منظمة الصحة العالمية ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن إلى 445139 متعافيا أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد عمق العلاقات بين مصر والتشيك مرحبة بالتعاون بين الطرفين في مجال التغيرات المناخية والمجالات البيئية المختلفة جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة بسفير جمهورية التشيك جاك فوليك لبحث التعاون بين الطرفين في مؤتمر الأطراف كوب 27 للتغيرات المناخية والذي تنظمها مصر في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ وشددت الوزيرة على أنها تأمل في أن يكون المؤتمر للتنفيذ والبناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو لتحقيق نتائج فاعلة على أرض الواقع في مجالي التخفيف والتكيف والحصول على التمويل اللازم للدول النامية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع مستشار المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ ديفيد ثورن لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وبحث الفرص الاستثمارية الوعيدة في الاقتصاد المصرية وخاصة في مجال الطاقة المتجددة كما تم التباحث حول فرص التعاون المشترك بين مصر والجانب الأمريكي للإعداد لبرنامج يزيد التعاون بين البلدين في مجال العمل المناخية كما يسهم في الجهود المبذولة في إطار استضافة مصر لقمة المناخ قب 27 وذلك في ضوء تكوين مجموعة عمل مشاركة خاصة بالمناخ مصرية أمريكية أعلنت مدرية أوقاف البحر الأحمر عن تخصيص 222 مسجداً بنطاق المحافظة لأداء صلاة العيد وأوضح وكيل وزارة الأوقاف البحر الأحمر محمود الشيمي أن شرط إقامة صلاة العيد بالمساجد هو الالتزام بجميع الضوابط الإجرائية والاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي مع حظ رداء صلاة العيد في الزوايا وتطبيق العقوبة على المخالفين استعدنا الحمد لله بتجهيز هذه المساجد تنظيف صحن المساجد والملحقات التابعة لها من مصليات السيدات وغيره وبفضل الله سبحانه وتعالى مصليات السيدات مفتوحة مدامة مفتوحة في صلاة القيام وفي صلاة الجمعة مفتوح بفضل الله سبحانه وتعالى في صلاة عيد الفطر المبارك ونبأ على الجميع إن شاء الله ينتزم بالتعليمات الإجرائية والاحترازية الخاصة بجائح الكورونا أن يجي المصلي إن شاء الله في صلاة عيد الفطر المبارك ملتزم بمصلاه الشخصي وبالكمامة الشخصية ويلتزم بالتباعد الاجتماعي حرصا منه ومنا جميعا على سلامة المصلين انتهت محافظة الوادي الجديد من كافة التجهيزات لاستقبال عيد الفطر المبارك بتجهيز المساجد وساحتها الملحقة بها لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد وتجهيز الحضائق العامة وتزودها بألعاب الأطفال ويأتي في مقدمة الحضائق التي تم رفع كفاءتها وتجهيزها هي حضيقة الثلاثين من يونيو بمدينة الخارجة كما أصدر محافظة الوادي الجديد محمد أزملوت توجهات للجهاز التنفيذي بمتابعة غرفة العمليات طوال أيام العيدة بهدف إزالة أي شكاول للمواطنين والتأكيد على حزن تشغيل منظومة المرافق من مياه شرب وصرف صحي على مستوى قرى ومدن المحافظة أكد محافظة الغربية طارق رحمي حرص الدولة على محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار في إطار توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تخفيف العبء عن المواطن وتوفير السرع الاستراتيجية المدعمة بأسعار أقل من السوق وذلك لضبط الأسعار جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لعدد 11 منفذ بيع متحرق ستجوب مراكزة ومدن المحافظة ضمن مبادرة وزارة الزراع من خير مزارعنا لأهلين لتوفير السرع الاستراتيجية والأساسية المدعمة بأسعار مخفضة توفرت النهاردة في محافظة الغربية 11 سيارة متنوعة ما بين لحوم وبيض وكحك العيد ومجموعة من السلع المختلفة سواء خضروات أو فواكه أو يعني زيت وسكر وأرز ومكارونة وصلصة كل السلع اللي بيحتاجها البيت المصري متوفرة النهاردة عملنا جدوى كده توزيع السيارات على المراكز المختلفة بحيث كل المواطنين يستطيعوا أنهم يجدوا احتياجاتهم من هذه السلع أعلن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط علي العزيزي انطلاق موسم حصاد القمح في محافظة دمياط جاء ذلك بعد تشكيل اللجان التي ستقوم باستلام القمح والممثلة لأربع جهات وهي الزراعة والتموين والسلامة والغزاء بالإضافة إلى مناء الشوان والهناجر وأكد وكيل وزارة التموين أن المديرية في حالة تأهب تام لاستلام القمح وسط تعليمات مشددة بالتدخل الفوري لإزالة كافة المعوقات والعراقيل التي تعوق عمليات الحصاد وتوريد القمح في داخل محافظة دمياط عندنا ما يربع على 30 250 مزرع أمح حسب الحصر اللي معمول في الزراعة مع التنسيق مع موضوع التموين معمول منها مستهدف منها تحقيق كمية بيجمالية على مستوى المحافظة ما يربع على 52 ألف طن إن شاء الله هذا العام بناخد عينة عشان نشوف نسبة الرطوبة فيها في بداية الموسم لأن بتبقى نسبة الرطوبة تقريبا زايدة شوية الهيئة مسلمة جهاز في كل شونة جهاز تقدير الرطوبة مبدئيا يعني جهاز تقدير الرطوبة في كل شونة بنقوم من خلاله يعني الطريقة أضبق إن إحنا عشان يعني ناخد الدرجة تكون دقيقة شوية بالنسبة للمزارع لكن الحمد لله الأقمح اللي داخل السنة دي أقمح ممتازة خالية من الشوائب تقريبا أنا بستقبل مع الرئيس اللجنة الأمح نشوف درجة النظافة بتاعته الحيازات بتاعت الفلاحين تسير دخولها الأمح مصر وعلقة ودرجة النقاء في الأمح نحن كان في صداء وكان في حاجة بتطبيق نعم حقاديين بيترفض برضو كل التسهيلات موجودة هنا للناس تيجي وتورد بدون أي مشاكل وبدون أي أعاقات خالص ومعنا هنا منذوب الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومنذوب الزراعة ومنذوب أبانية فما فيش عندنا أي مشكلة خالص هنا في الشونة موسم مميزنا بأجواه الروحانية وصهاراته الرمضينية تحتدنه دار الأبرة المصرية خلال الشهر الكريم فعلى مصرح الجمهورية أقيمت حفلة الفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات أجواء روحانية وليال رمضانية احتضنتها دار الأبرة المصرية طوال شهر رمضان الكريم انتهت بأنشيد دينية أقيمت على مصرح الجمهورية بقيادة المايسترو عمر فرحات وعدد من فنانين الأبرة أولا نشارك إليه في شهر رمضان الكريم مع الفرقة بقيادة المايسترو عمر فرحات وتحفز الفنان قادر أستاذ عمر عبد الله أمن حظ الجميل أننا أولا في فرقة إنشاد دين في دار الأبرة وحظ الأجمل أننا مشارك نهاردة في احتفالة دار الأبرة بليلة القدر وفي شهر رمضان المعظم يعني اللي احنا بنحب احتفالاته وروحه الجميلة اللي بنتقرر فيها لربنا سبحانه وتعالى واكتهدنا في العبادة تنوعت الأناشيد بين متحن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأخرى دينية يسترجع بها الحضور ذكريات وكلمات وألحان للطراف الديني مثل حسب يا ربي جل الله وماشي في نور الله وسلم لي على هادي نبينا حفلات جميلة والواحد بيحب الإنشاء الديني عماتا يعني وبالذات في رمضان بيكون جميلة جدا والتمالي بنحضرها يعني كل الأغاني اللي توشيح الدينية بحبها قوي أنا بحس بحاجات الزمان التوشيح والحاجات الجميلة دي بتفكرك بأيام الزمان أناشيد وألحان طبعت في وجدان المصريين يستعيد ذكراها جمهور دار الأوبرا المصرية ضمن وجبة دينية ثقافية تغذي الروح وترتقي بالقلوب بكلمات تراثية وفنية كريم بيبرس التلفزيون المصري أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنيا للشعب الأردني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء وقد أعرب جلالة الملك الأردنية عن خالص تغذيره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر قيادة وشعبا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصر من كل سوء كما أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيسه الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وتقدم الرئيس السيسي بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنيا للعراق وشعبه الشقيق كل الخير والازدهار من جانبه عرب رئيس الوزراء العراقي عن خالص لامتنان لهذه اللفتة الأخوية متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد يسود تقص حار نهارا على القاهرة القبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد بينما يسود تقص لطيف ليلا على القاهرة القبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ماء للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية وعدد من العواصم العربية والعالمية المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة الفطر المبارك وننتظر أعياد آه خلال ما فاكرين أنه آخر صحور كلما عم يفكروني بكرة آخر صحور كل سنة وانتوا قاعدون نهاردة آخر صحور كل سنة وانتوا بقى الفخير نبدأ مع حضراتكم حالاً فقرات برنامج التاسع حضراتكم حالاً فقط